بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء وإن تجهد بالقول فإنه يعلم السر وأخفاف الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآنا عنهم فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعني آديكم منها بخبس أو أجد على النار مدى فلما أتاها نوذي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدست وادك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكريك إن الساعة آتية أكاد أخفيها إني تجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها فتردى وما تلك لي أمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأمش بها على غني ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واغم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه مطبا قال رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرة من أهدي هارود أخي أشدد بني عزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا خال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَوْطَةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا جُوْحَا أَنْ قُذْفِيهِ فِي الدَّامُوتِ فَقُذْفِيهِ فِي الْيَمِ فَلْيُلْقِي الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ فَلْيُلْقِي الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْفُذْهُ عَدُولِّي وَعَدُولَّ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِينِي أُخْتُكَ فَتَقُونُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْتَقَيْتَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُكَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِستَ ثِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٌ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْهَمْ أَنْتَ وَأَخُنْكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي